تفاعلا مع حالة الإضراب المستمرة في عموم البلاد أصدر الاتحاد الدولي لعمال النقل بيانة تضامن مع سائق الشاحنات في إيران وأراب الاتحاد الذي يمثل أكثر من 20 مليون عامل نقل في أرجاء العالم عن تضامنه مع المطالب المشروع لسائق الشاحنات في إيران مشيرا إلى أن تسع رقعة الاضطرابات بأكثر من 280 مدينة في البلاد دليل على وجود مشكلة حقيقية تواجه هؤلاء العمال وحذر البيان النظام الإيراني من سياساته المتبعة تجاه العمال مشددا على ضرورة التجاوب مع مطالبهم